تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 637 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 390 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 271 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 43 طن وفي مجال البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي لمواد الميناء فتم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 813 قضية من بينها 239 قضية خبز ناقص الوزن و210 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبايع بأزيد من السعر الرسمية تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 243 طنان ترجمة نانسي قنقر